وده خبر مهم على عهدة موقع في الجول في الحقيقة وهم كانوا رسلوا أو تكلموا مع مسؤول في ميلول ميلول ده اللي بيدم اللعب رمزي أو رامز حفظ الله رامز حفظ الله اللي كان الأزمة أصيرت خلال الأيام السابقة بخصوص البيان اللي نزلوا تحضر مصري لكرة القدم وبعاكية أشياء له برضو من ضمن الثلاث بيانات انتوا عارفين كان فيه أول بيان بتاع الكهرباء وفضل والبيان التاني بتاع رامز حفظ الله والتالي كان بتاعيها جماعة فكرون تمام فالاتحاد المصري لم هم بقى ده ده مسؤول ميلول وهو اسمه ستيف كافانا المدير التنفيذي لنادي ميلول الإنجليزي بيقول إن اتحاد المصري لم يرد على مرسلاتنا لأنه نتوقع هذا من دولة بحجم مصر شوف شوف التعليق ده صعب قوي يعني يخلي الواحد يدايق بصراحة إحنا مصر يا جماعة إحنا يعني تاريخ في الكرة ما ينفعش يكون الانتباع عننا بالشكل ده خالص خالص يعني فالراجل بيتكلم بيقول إيه على عهد طبعا في الجول وهو حاجة يعني بصراحة يجب إن احنا نشيد بها قال إن احنا أرسلنا خطاب الاتحاد المصري لكرة القدم نستفسر حول بيانه والخطاب الذي نشره ضمن البيان يعني هو كان فيه محادثات ما بين الاتحاد المصري وملول والمحادثات حاركوا معرفينها زي ما نشارع الاتحاد المصري قبل ما يحزفها وأنا قلت لحاركوا بعد كده خدوا سكرين شوت دايماً أو ما تخش الموقع الرسمي للاتحاد الكورة خد سكرين شوت عشان ما تفتكرش أن أنت كان يجي لك تهيئات ولا حاجة فقال لك إحنا مستغربين يعني حتى إحنا برحنا بعتنا لهم بعد ما نزلوا خطاب ده قبل ما يسحبوه بعتنا لهم يا جماعة أنتوا ليه بتنشروا خطابات ما بيننا ما ردوش لحد دلوقتي قال لك إحنا كنا منتظرين يعني خطاب اعتذار أو تفسير لما حدث لغاية دلوقتي أيضاً ما بردوش على خطاباتنا طيب ليه ما بتردوش يا جماعة يا جماعة شكلنا بقى سايق جداً بعد إذنكم يعاني إحنا دولة كبيرة في الكورة واتكلم في جزئيات كتير جداً وقال لك إحنا ما كناش نتوقع أن ده يصدر من اتحاد الكورة المصري وبدولة بحجم دولة مصر واللي عندها نجم كبير جداً ولعبين كتير جداً خرجوهم زي محمد صلاح فبرضو ده إن ده يدل على التخبط اللي موجود فيه هذا كقصة طبعاً رامز حفظ الله حراتكم عارفينها بشكل كامل نتمنى أن يتم تدارك مثل هذه الأمور خلال الفترة اللي جاي أنا هروح لفاصل سريع بعد الفاصل لسه عندنا بعض